إذا كنت تعاني من مشكلة تساقط أزهار والثمار في أشجار الحمديات أو الخضروات أو نباتات الزينة أو نباتات عطرية أو أي نبات عندك مزهر ومثمر ويحدث معك تساقط للأزهار أو عدم اكتمال عقد الثمار فهذه الحلقة جد مهمة لك والحل هو هذا القرص الرخيص الثمن الذي يباع في الصيدليات الزراعية والذي لن تعاني معه أبدا من مشكلة عدم تثبيت الأزهار قبل استعماله يجب أن تتأكد طبعا من عدم وجود أي أمراض سواء فطرية أو حشرية تؤدي لتساقط الأزهار كالعفن الأبيض وأعفن الجذور والبيض الزغبي فكل هذه الأمراض الفطرية والحشرية تؤثر على التزهير ويجب التأكد أيضا من أنك تتبع برنامج تسميد منتظم وبالأخص عنصري الفوسفور والبورون والبوتاسيوم إذن نباتاتك أو أشجارك سليمة من كل الأمراض الفطرية المتسببة أو المسببة لتساقط الأزهار وليس فيها نقص العناصر الغذائية المحفزة للتزهير ومع ذلك تعاني من تساقط الأزهار فالحل هو حمد الجبريليكا تمنوه جد مناسب وهو عبارة عن منظم نمو طبيعي للنباتات يساعد على استطالة وانقصام الخلايا في النبات وبالتالي زيادة حجم الورقة والثمرة وستلاحظ بعد استعماله زيادة طول أزهار نباتات الزينة وزيادة حجمها بالنسبة لطريقة استعماله فهذا القرص كامل يذاب في 100 لتر ماء أخذنا فقط الربع مع 25 لتر ماء وهو سريع الذوبان بالنسبة لأزهار الحمديات وليمون برتقال يوسفي وغيرها نرش أول مرة مباشرة بعد الإزهار والرشة الثانية مباشرة بعد ذبول الزهرة أي بعد بدء العقد مباشرة هذا المحلول يستعمل مباشرة بعد إعداده ولا يخزن أبدا بعد استعماله ستلاحظ أن نسبة التنفيل أي سقوط الأزهار ستصبح قليلة ستلاحظ أن حجم الثمار سيصبح كبير وقشرتها سليمة خالية من الإصابات والتسوسات نفس الشيء للطماطم والفلفل والخيار رش فقط مرة واحدة بعد الإزهار حتى النباتات الغير مزهرة ستلاحظ انفجار حجم الورقة وقوة الصق هذا أصدقائي ليس مبالغة وللأمانة بعض الفلاحين سامحهم الله وبالأخص الذين يتاجرون في العنب يستعملون هذا الحمد بتراكيز كبيرة بهدف الربح المادي لذلك نلاحظ مؤخر ثمرة العنب أصبحت كبيرة جدا لكن بدون مذاق ولابد أنكم لاحظتم هذا للأسف مثل هذه الثمار خطيرة جدا على صحة الإنساء لذلك وللأمانة هذا الحمد أي حمد الجبريليك والذي يطلق عليه فياقرا النبات هو حمد خطير جدا ويفضل استعماله بحضر وبالأخص المحاصيل التي نأكل منها أما بالنسبة لنباتات الزينة فأنصح به وبشدة لأنه يزيد من قوة وكثافة حجم الأزهار يجعل الأوراق أكثر إخضرار ويجعل الصاق أكثر قوة نعم كل هذا حقيقي وكل هذا يفعله حمد الجبريليك وسؤالي هل أنت مع أو ضد استعمال هذا الحمد للنبات أصدقائي لا تحرموا أخوكم توفيق من تعاليقكم في هذا الفيديو أيضا لا تنسوا وضع إعجاب وأطلب من من لم يشترك بعد أن يشترك في قناتنا إلى اللقاء